السلام عليكم طلبنا العزاء يا رب تكونوا بخير معدنا النهاردة ان شاء الله مع فيديو ريفيجن على كل تنسس اللي اخدناها مع بعض على المدار 3 يونتس الاولانيين في المنهج خلصنا مع بعض يونت 1 و 2 و 3 ودلسنا فيهم 12 تنسس اللي موجودين في الانجليش عندنا فحبنا نعمل كده كويك ريفيجن على اللي احنا دلسنا مع بعض بشكل سريع وفي نفس الوقت برضو فيه تفاصيل كويسة تقدر تشوف فيها قدية احنا خلصنا التنسس ديت وقدية تقدر تحل فيهم لما يكونوا كلهم في دماغك في نفس الوقت على مدار 3 يونتس درسنا في يوم التنسس ديت كلها حبنا نعمل فيديو دوت الفيديو ده عبارة عن جزئين الجزء اول هو ريفيجن سريع كشرح سريع على التنسس كلها والجزء الثاني منه ان شاء الله يبقى حل على التنسس ديت في البداية حابين نكون عندنا دعوة خالصة لأهالي غزة أهلنا الموجودين تحت القصف والحصار موجودين هناك في غزة ربنا ينصرهم على كل العالم الواقف ضدهم كل الناس اللي ظلمتهم وكل الناس المتكتفة ضدهم دلوقتي أطفال وعائلات كلها بتدمر ومشاهد قاسية جدا يصعب على الواحد ان يتبعها يوما تلو الآخر وهو مش قادر يشعر بالعجز مش عارف يعلم معهم اي ربنا يكون في عونهم ويصبرهم ويصبرنا احنا كمان على المشاهد الصعبة اللي احنا بنتبعها معهم وعجزنا اللي احنا وقفين قصدهم ربنا يكتب لهم الخير وتقبلهم عنده شهداء وينتقم من كل واحد كان بيده المساعدة ليهم ومساعدهمش هنخش في موضوعنا دلوقتي هنرجع مع بعض الانجليش تنصص كلها لو تفتكر في بداية السنة قلنا احنا عندنا ثلاث عمدان للتنصص اللي بيحصل دلوقتي اسمه present اللي حصل امبارح اسمه post واللي بيحصل بكرة اسمه future these are the three pillars of english tenses التلات عمدان الرئيسيين في الانجليش الباست والبريزنت والفيوتر دوت الشكل اللي قصدنا نمبر ون البرزنت نمبر تو الباست ونمبر ثري الفيوتر فكل واحد فيهم زي ما انت شايف متقسم لنفس الفور ايتمس الموجودين الموجودين عند الجميع يعني مثلا الباست متقسم لباست سمبل باست كنتينيس باست بيرفكت سمبل وباست بيرفكت كنتينيس وكذلك نفس الفكرة في البرزنت نفس الاربعة موجودين في البرزنت ونفس الاربعة موجودين في الباست فده كان شكل سريع تقدر تحفظهم به الباست simple والبريفكت simple والبريفكت كنتينيس ونفس الفور ايتمس موجودين في التلاتس كلها يعني كده 4 x 3 يديك 12 12 تنسس موجودين في الإنجليش عندك يا مستر 12 تنس أنت درستهم معي على مدار 3 يونتس ندخل بالتفصيل عليهم ونبتري بالبريزنت دائما زي ما نفضل البداية دائما بالبريزنت يلا كده حضر النوتس بتاعتك لو عايز تكتب وراي أشياء حضر ألمك وكراستك وتعالى نعيش مع بعض اللحظة نقول بسم الله وتعالى نبدأ مع بعض يا مستر في البريزنت عندنا 4 تنسس كالمعتاد نمبر 1 اسمه البرزنت سمبل نمبر 2 البرزنت كنتينيس نمبر 3 البرزنت بيرفكت سمبل ونمبر 4 البرزنت بيرفكت كنتينيس طيب تعالى نشوف بالنسبة للفورم أي نعم في ثلاثة سنة ومش بنعتمد على الفورم خالص تركيزنا كله منصب على اليوزتش بس لازم توصع الفورم بتاع الأربعة بالنسبة للفورم يا مستر البرزنت سمبل ما تنساش هو الفرست فورم من الفرب يعني الفرب في الانفينتف بإضافة S طبعا لو تتكلم على البرزنت بالنسبة للإستخدام الفورم بالنسبة لك لو تفتكر كده في بداية السنة كنا تكلمنا وقونا هنا بنتكلم عن مين في البرزنت سمبل لو تفتكر بنتكلم على حاجة بتحصل كل يوم بيعبر عن ثبات شيء متكرر وأن الناتشر ليها فاكت والبشر ليهم هابتس بالنسبة للفاكت بتاعت الناتشر الكلام دي بيحصل كل يوم فشيء متكرر شيء في سبت مفهوش حركة يعني الناتشر فوق أخدت فاكت فاكت للناتشر وأما البشر أخدوا هابتس والتنين عبارة عن ربيتت اكشن يبقى ربيتت اكشن سواء بقى للناتشر ونسميها فاكت سواء للبشر ونسميهم هابتس بس تغيرهم بردو ذا ترين لإيوز واشنطن système التضارب ودوا تبعبار عن تايم تيبل يبقى مع تايم تيبل برضو هتلاقي المبكة البريزن السمبل بشكل سريع المبكة والحملاب سواء الناتشر ومعها شواء حركة زي هاه وذا وقف هنا وقف هنا ديفيد ارائيوز ها قد وصل لديفد بنخصه بكلمة ومعها البيتت اكشن دايما اما المبكة المتكرر بيبقى في حركة بيبقى فيه مونيط مونيط، في شيء متحرك مش ثابت وده عكس لو تفتكر كنا قرنة بينهم إن ربيت الده بيعبر عن شيء مستقر مفوش حركة كتير لكن الموفمينت فيها تشينج هتلاقينا تغيرات كل شيء بيتغير مش ثابت Please don't make so much noise I'm studying at the moment Something that's happening at the moment حاجة بتحصل في الوقت الحاضر Now or around now لما قلنا سعتها I'm looking for a new car these days These days معنا هم بارحوا النهاردة وفي الظروف الحالية وفي الوضع الحالي في الوقت الراهن مش بس دلوقت يعني فالبريزن كنت نيس ممكن عبر عن شيء happening something which is happening at the moment now or around now We are staying with you till Monday till Monday حبرتلي ندأوة temporary action temporary action action that will last for a short time مش هايستمر الفترة طويلة عكس البرزن سمبل البرزن سمبل هناك هيبقى مستمر على طول that's permanent state بيعبر عن حالة دايما لكن البرزن كنت نيس هنا temporary actions شيء مؤقت بهواش ثابت دوت annoying habits شيء معتاد بس حاجة بيديك شيء بيديك لو تفتكر هناك كان في حبت سعادية لكن الannowing هنا present continues وفي الآخر Alex is getting married next month ودوات arrangement أخذنا future arrangement للتعبير عن future everything is arranged وأخذناها في future تنسس لما قلنا أنت مجهز ومرتب ومحضر الشنط ومجهز التكتس ومجهز كل شيء فمقارنة سريعة كده من الاثنين present simple و present continuous present simple دوت facts وhabit repeated action لكن هناك movement وchange شيء متحرك ما هواش ساكن عشان كده listative verbs زي see وlook وhear والناس دية بيروح مع present simple أنا مفهومش حركة هناك بيستخدم مع time table أما هنا بيستخدمه مع future arrangement هنا بيستخدمه مع habits بس أما present continuous مع annoying habits الحاجات اللي بيديك انت شخصي خلصنا من المقارنة سريعة من present simple present perfect present continuous سنروح على أهم وأجمل تنس في الإنجليش كله هو present perfect وأكتر حاجة طلبة بتحتار فيه كنا ملخصين ولو تفتكر بكلمة واحدة كده اسمها link بيعمل link بيعمل link ما بين اللي حصل ولي بيحصل بيعمل link ما بين post والpresent بيعمل link ما بين post والpresent ازاي قلنا something that happened in the post and have just finished حاجة لسه خلصنا حالا الشيء لسه خلصنا دلوقتي في اللحظة دا طب something that happened in the post وستلكن تنس بحاجة بدأت وليسه مكملة معاك something that happened in the post وfinished in the post but has an has an effect يعني happened في ال post لكن ال effect تبتعو مستمرة دلوقتي إزاي معلم بيقول لك سارة had just taken an aspirin so she will be fine لسه وغد الاسبرين حالا something that have just finished طب I have been a teacher for 11 years بدأت وشغلت something that happened وستلكن تنس ما زلت لغاية دلوقتي تيتش لم يخلصتش Adel has broken his leg so he will not come today has broken his leg in the post حاجة حصلت في ال post طب إيه الفكت بتحها دلوقتي اللي افكت بتح أنه مش جاي دلوقتي يبقى ربط لك ما بين ال post وال present مش بس في اليوسج حتى في الشكل الشكل ودامكه has or have دست ال pb has or have the present وال pb دا باست فعمل لك وده العلقات اللي ما بين التنس عشان كده الطلبة بتحتار استخدمه امتى تستخدمه لما يشيء يكون لسه خلصا دلوقتي حاجة كانت بدأة ولسه شغالة حاجة كانت بدأة وخلصت وليها أفكت بس تعدموا برضو مع السوبرلاتف حياتك اللي بدأت وليسه شغالة لغاية دلوقتي علشان كده استخدمنا فيها في ال present perfect لما ال action اللي حصل هنا قدما لو عايز توصله للي هناك نخلي present continuous نخلي present perfect continuous رازم يبقى فيه duration يعني لو ضفت دا loss of duration ال duration لو ضفت لدوة ال duration يودينا على present perfect continuous يعني نفس الاستخدام شيء كان شغال ولسه لأفكت شيء انتهى لسه خلصان دلوقتي او لسه نكمل معك لو ضفت له duration هتوديك الناحية التانية مع present perfect continuous ونخليها has been or have been ورهم ing يديني اجزامبل صحيح لكده we have just been talking about you for an hour فين duration ادي for an hour لأي وجود duration date لما كنتش موجودة كنت رجح الاصطاة هناك وخليها we have talked he is out of breath مش ادري تنفس he has been running for a long time for a long time at a duration لما كنتش فيه for a long time قلت خليها he has run he has run وخلاص تقول بالك اني وجود a duration يحط مستخدار present perfect continuous they have been waiting for over an hour for over an hour دوت a duration عدم وجودها يخليها they have waited سؤال للناس طب لو قابل الاثنين في الاختيارات they have been waiting or they have waited اختار مين وجود duration يخلي الاولوية لل continuous يعني لو الاثنين في الاختيارات يبقى they have been waiting طب ما لقيتش في الاختيارات have been waiting ها ضعيات لا مش ضعيات اختار ها have waited عادي جدا يعني present perfect simple ينفع هنا بس الاولوية لل continuous طبعا ما تنساش ان ال continuous هنا حرام في ثلاث حاجات لو تفتكر التنسة ده كان حرام في ايه لو تفتكر ال continuous كنا كادبين عليه no no stative ما يجيش مع ال stative verb no stative verb سيماستر ما ينفعش اقول i have been knowing i have been understanding i have been loving no number ما ينفعش يجي مع number ما ينفعش يقول ال action حصل كم مرة ما ينفعش اقول i have been studying seven subjects i have been drinking seven cups وفي الاخر no ايه لو تفتكر no short action no short action ما يجيش مع short actions يعني مع short action يا مستر ما ينفعش اقول i have been opening the door i have been breaking the window ديهت اكشن سكول لها صغيرة ما تستمرش غير لفترة صغيرة فبالتالي ما كانش ينفع استخدام مع short action دي مراجعة سريعة على ال four tens ال present simple للrepeated action ال continuous لل movement لل change ال present perfect link لل post ولو دفتلو duration بقى present perfect continuous هروح البعدي على طول الاربعة بتوى ال past الاربعة بتوى ال past يا مستر عندك ال four tens بتوى ال past ال past simple ال past continuous ال past perfect number three ونumber four ال past perfect continuous بالنسبة لل form طبعا زي ما انت شايف ال past simple هو السكن form لل verb عكس مين عكس ال present simple present simple هو ال first form go or goes لكن ال past simple باضافة ال D لو كان regular زي roll و blade و watch it اما ال regular بتكون حافظهم طبعا زي go and gun و see scene والباقي اللي انت تعملتوا معهم على مدار سنين حياتها كلها second form من ال verb طب الفورم بتاع ال present continuous هو was or wear ing الفورم بتاع البوس perfect had plus pb الفورم بتاع present بس كده بشكل سريع خلصت انت الفورم بص على usage الاستخدام بس تغلل بس سنبل على اي something that happened or finished in the post حاجة ابتدت وانتهت خلص finished finished مالهاش ادنى علاقة بال present مالهاش ادنى علاقة بال present ليه معلم بص على examples وانت تفهم the pharaohs ruled egypt four thousand of years ruled وده يجبت هما حكموا مصر وانتهوا مش مستمرين لغاية دلوقتي مش قاعدين لغاية دلوقتي هتقولي طب الاهرامات موجودة انا بتكلمك على ruling الحكم الحكم بتاعهم مش موجود انتهى الحكم بتاعهم خلاص عشان كده بأكد has no relationship مالهاش ادنى علاقة بال present فبنقول عليه finished لاني يا معلم لو شيء كان ابتدأ ولي علاقة بال present كنت هتخلي present perfect لو نبات ثري هنا الكاتبين عليه كلمة link ما ده الفرق بينه من post simple شيء انتهى ومالوش ادنى علاقة لكن دوت لي افكت دلوقتي يعني الولد عادي له ريكله تكسر ماذا في post بس لي افكت انه مش جاي النهاردة يعني الجملة ديت لما كنتش موجودة كنت خليه عادل بروك لاني مالوش ادنى علاقة بال present فشيء في post simple حصل وانته مالوش علاقي بpost simple كان متعود ليداخن ودلوقتي بطل واخدت انت used to لو تفتكر used to اللي كان معناها متعود وبطل وقلنا used to بعدها infinitive لو تحط قبلها اي verb في الدنيا سواء am is are was or where get or go والأي verb في الدنيا هتبقى ing طبعا مع الاختلاف في المعنى I used to smoke بطل تدخن I am used to smoking بحاول دخن دلوقتي ومتعود دلوقتي ومستمر طيب لما رحت عند الpost continuous الpost continuous لو تفتكر كان بيعبر عن مين كان بيعبر على two actions happening in the post or action that happened in a specific time لازم فيه في ال continuous specific time مستر specific time action في وقت معين specific time in the post حاجة حصلت الpost بس لازم في وقت معين I was sleeping at 9 o'clock yesterday ما قالش يستردي وسيكت قالك at 9 o'clock مستر لاني لو شال at 9 o'clock هتبقى I slept ونكرر تاني yesterday I slept لكن yesterday at 9 o'clock I was sleeping افتكر دائما زي ما قلتلك a specific time يعني continuous now I'm talking لاني now the specific time دلويت yesterday at 7 o'clock I was speaking I was studying لاني that specific time عبر لو تفتكر مع كلمات زي while و as و just as و when و كل الروس بتاعتهم لو two parallel action ولا two perpendicular زي مين كنت بقرأ للاطفال كان بتغسل ماما أنا كنت بذاكر وماما بتعمل حاجة يعني هنا كان ممكن نستخدم في الجملتين دلو وين عادي وين فوق وين تحت وممكن نعكس الجملة اللي تحت واستخدم وين لاني وين equal while وتعكس while كمان لو تفتكر واخدنا معهم حاجة اسمها during during كان وراها noun مش وراها ing واخدنا on on كانت equal when وراها ing or noun واخدنا رول بتاعت المسكيتو وانك لو عايز تقول while ing لازم توحد البناء ادم يعني ماينفعش في الجملة الاولانية تقول while reading mom was washing لاني كده ماما العملت الاتنين ماينفعش في الجملة التانية برضو تقول while having lunch the phone rang لاني كده الفون هو اللي كان بهافين لانش وهو الفون اللي كان بيران لا ماسيتك لو كنت بترني طبعا اكيد لازم توحيد البني ادم في الناحيتي لازم تقول while playing مثلا I fell down لانا كان اللي كان بعمل playing وانا لو لقعت ده الباست كنت ني صلب تكرو بكلمة specific time يا مستر هكمل مع حضرتك برضو مع الباست perfect مع تنسل أجمل والأشك في الإنجلش هاد باص البي التنسل اللي 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 ونيو اكشن ده الال بأكشن وده النيو اكشن لو حاجتين حصلوا في الباست بروح عند الال وبدفلوا هاد بلاص البي بي يبقى دوت بي مع الال اكشن هو الال اكشن هنا مستر هو الال اكشن فيه حاجتين حصلوا الحاجة القديمة هاد بلاص البي بي فقلنا ساعتها مستحيل للاقي هاد في الناحيتين مفيش حد في الدنيا بيقول انا كده اولا اولا ما هاد معناها اولا فبالتالي لازم تروح الال اكشن ومفيش حاجة اسمها هاد فون اكشن بس مش حاجة اسمها يستر ايهاد سليبت لاني هاد معناها اولا انا مبارح اولا نمت وسبني ومشي دوت ما ينفعش بيديك اكزامبل تروح للقديم بس يا مستر فبالتالي ما ينفعش الاقيهاد في الناحيتين ما ينفعش الاقيهاد مع وان اكشن في الجملة كده انا ما شفتش بابا لاني بابا مش الاول لاني هاد رحت للليفين بتاع باباي قبل ما انا اوصل البيت يا مستر افتكر الكيووردز لخدتهاينا كلها بقى افتر واس وبي فور وبي كل يوت موجودين في شيتك هناك روح شفهم شفهم بالتفصيل اللي بس بعملك سريعة باستخدم داوة امتى وباستخدم داوة امتى وبنعمل العلاقات ببادي تنسس وبعضها لكن التفاصيل التامة موجودة عندك هناك في الشيت وموجودة عندك برضو في حال المعاصر عندك في اليوتيوب هناك قبل ما بحل كل يونت بعملك ريفيشن اللي انت درستو معايا في الشي الوجود الناس اللي بتلقطها باية طيرة من شوية لما حولنا البرزن بيرفكت سمبل البرزن بيرفكت كنتينيس ضفنا كلمة ديوريشن نفس الفكرة هنا لو عايز احول من برزن بيرفكت سمبل لبرزن بيرفكت كنتينيس برضو هضيف كلمة ديوريشن يعني هنا برضو حاجة حصلت في البداية بس عادت فترة طويلة حاجة حصلت في الاول وعادت فترة هم قاعدوا يستنوا بعد كده الترين وصل الانتظار هو الاول وقال لك فورا ناور فورا ناور ده ديوريشن لو جود الديوريشن الاول ويلة الكنتينيس ديبقى هاد بين ويتين طب سؤال للناس لو داني في الاختيارات هاد بين ويتين وهاد ويتين بس اختار مين حضرتك في وجود الديوريشن لازم اختار الكنتينيس طب ما لقيتش الكنتينيس مش هاد ويتين هاد ويتين عادي جدا إحنا كده هو كان بيرسم بعد كده احنا مشينا ده المقصود فالوجود الالد اكشن هنا هاد بين ويتين من ساعة ما مشينا من ساعة ما مشينا وبيد هنا فكل دولة التنسس الموذيين عندك في الباست الباست سمبل سمثن ذات حبند الباست كنتينيس الأولان لا يوجد علاقة البرزنت الثاني يا مستر ممكن يبقى توقفو بالأكشن في الباست أو توقفو البرزنجل الباست حاكتين حصلوا في الباست بروح ان القديم بضيف له هاد ولو عايز تحول الكنتينيس تدفل دوريشن اكرر نفس الكلام اللي قلته فوق التلات حاجات حرام الكنتينيس التلات حرام نكتبهم تاني ما ينفعش أقول أفتر I had been knowing I had been loving no number ما ينفعش تقول I had been studying seven subjects و I had been meeting seven friends ما ينفعش يتحط في short action short action لا ما ينفعش أقول أفتر I had opened the door خلاص انت الارباع بتوع الباص هتروح الارباع بتوع الفيوتر الفيوتر أخذتهم كلهم في نمبر ثري نفتكر برضو نمبر one هو الفيوتر سمبل نمبر ثو هو الفيوتر كنتينيوس نمبر ثري الفيوتر بيرفكت سمبل طبعا ما أردتش أكتب كلمة سمبل في كله علشان ما طويلش بس مساحة الكلام بس انت فاهم المقصود ب الفيوتر بيرفكت سمبل الفيوتر بيرفكت بيرفكت الفيوتر الفيوتر بتاعه البص عليهم بشكل سريع يلا ابقص الفيوتر هو عبارة هو بالنسبة كنت بيستخدم مع أكتر من حاجة لو تفتكر كنت بيستخدم مع نمين با قرارات سريعة شيء انت لسه مقرر دلوقتي فعش أقول I'm going to answer مش أقول الباب بيخبط وربنا يدينا الصحة ونقوم نشوف من يفتح من يخبط على الباب People will live on the moon on the moon in 2050 أريد دواد production without evidence production without evidence حد بيتوقع ما عندوش أي دليل على كلامه ما عندوش أي دليل لأنه لو أداك evidence لو أداك دليل هيستخدم going to I will be 18 next week دي كلام ده هنا في future fact future fact حياة تحصل غصب عنك I will be 18 هابع عندي 18 سنة لسبوع اللي جاي فعش أقول I'm going to be 18 لأنه لو قلت I'm going there والله أنا ناوي بقع عندي 18 ولو عجبني الوضع ما عجبنيش الوضع هفضل 17 زي منا فالحوار ده غصب عنك هيحصل لأنه future fact وفي الأخير when mom arrive هسيب السنتنس الأخيرة عشان هعمل مقارنة بين الجميع هسيب السنتنس الأخيرة من كل title في دولة السنتنس ديت أنت أكيد هتفتكارها عشان راح طالك بالتفصيل ساعتها بس هسيبها في كل واحدة لغاية ما جمعها في الآخر طيب روح عند future continuous future continuous بما ينقسم continuous باردو specific time specific time في وقت محدد في future من شوية في البص كنتينس قلت specific time ودي في future كنتينس بقول باردو specific time شيء هيحصل في وقت محدد في future ولازم الوقت ده يكون متقال this time tomorrow we will be sitting on the beach I cannot wait we will be sitting this time tomorrow في نفس الوقت ده بكرة ما قالكش tomorrow سكت tomorrow I will sleep tomorrow at 9 o'clock I will be sleeping بكرة الساعة تسعة هكون شغال لو تفتكر رمزنا اللي تنسي دوت بالسهم ده إن الأكشن هيكون شغال وكتبنا عليه still هيكون شغال يا مستر هيكون شغال بكرة الساعة بقى بزيكر tomorrow at 9 o'clock I will be studying طب future perfect من اسمه كده بما إن اللي فوق اسمه كنتينيوس وكتبت عليه شغال طب دوت اسمه perfect perfect لأنه هيكون انتهى فوق تكاتب عليه ستل هنا كنا هنقفل عليه هنقفل عليه بإيه هنقفل عليه بديدلاين ديدلاين يعني هيقولها خلص إمتى ديدلاين يعني مستر ديدلاين لازم يديني النهاية فوق في الكنتينيوس هكون شغال طب don't worry I will have finished the project by next week by next week دوت بالنسبة لديدلاين هو ديدلاين لانتهاء المشروع أنها خلص الأول بعد كده next week هيك لأني بايمة أنها بفور وأنها أكتر من ألف مرة يعني الفرق بين perfect continuous وال perfect future continuous وال future perfect هو التنس نفسه باستخدمه ليه في الكنتينيوس من اسمه كنتينيوس لأنها يكون شغال بكرة الساعة عشرة هبقى بذكر tomorrow at nine o'clock I will be studying طب بكرة الساعة عشرة هكون خلصت مذاكرة tomorrow at nine o'clock I will have finished بحبش أبص على كلمة this time tomorrow لأنها ممكن أستخدمها في الناحيتين ممكن this time tomorrow I will be studying with this time tomorrow I will have finished اللي التنين شغالين بس وغود كلمة buy من علمات الدلة لل future perfect طبعا by the end of this week I will have studied هكون خلصت مذاكرة أما التنس الأغير هو التنس مجموعة اللي اتنين مع بعض اسمه future perfect continuous يعني إيه مستر هيدينيك حاكتين لو تفتكر بما زناله بحاكتين هيديني الـ duration اللي قعدها والـ deadline اللي انتهى عنها deadline or duration خلصت إمتى وقعدت أدئيه خلصت الساعة كام وقعدت في الـ action دو هتأدئيه مستر بص على الـ examples كده by the end of this year I will have been working as a teacher for 11 years قد تهلكم في الشرح by the end of this year يعني من هيئة السنة دي هذه الـ deadline بالنسبة لي هكون اشتغلت أدئيه اشتغلت 11 سنة added duration بتاعتي جماعلك الـ 2 مع بعض قعدت إمتى وفضلت أدئيه وخلصت الساعة كام في الـ future continues هكون شغال في الـ future perfect هكون خلصت في الـ future perfect continues هكون خلصت وقعدت أدئيه كمان علشان كده هروح للـ example الأخير اللي كاتبه في التنسس كلها وبص عليه كويس بقى في الجملة الأولانية when mom arrive home we will have we will clean our room لما ما توصل احنا هننظف البيت يعني مش هننظف البيت غير بوصول ماما يعني الـ start عندي ده عبر عن بداية الـ action اللي فوق الـ start بداية يا مستر هنبدأ نروأ بوصول ماما يبقى نكتب جنبيه كلمة start بداية الـ action مع الـ future simple طب الجملة الثانية when mama arrives home we will be cleaning ماما هتيج هتلاقينا شغالين يعني ماما هتيج هكون بدأنا قبل ما توصل بس هكون شغالين في دخولها يعني عبرت عن the middle of the action the middle of the action بيعبر عنه future continues طب الجملة الثالثة يا معلم when mama arrives home we will have cleaned our room لما ما توصل هنكون خلصنا يعني future perfect تعبر عن the end the end of the action بداية الـ action في الـ future simple المدل بتاع الـ action في النص والـ end بتاع الـ action في الآخر أما الجملة الأخيرة أو التنس الأخير when mama arrives home we will have been cleaning our room for two hours هنكون شغالين cleaning our room for two hours عبر هنا عن ايه عبر على end نهاية نهاية ايه نهاية الـ action مش نهاية الـ action end of the duration ازاي لما ما هتيجي هنكون خلصنا ساعتين من التنظيف ساعتين من التنظيف هيكون يخلصوا بوصول mama مش معناها ان الـ cleaning هو اللي هيخلص ربما الـ cleaning يخلص وربما لا بس اللي خلص هو الساعتين مش الـ action زي الجملة بتاعت بتاعت teaching بس مش معناها بنهاية السنة دي هبطل تدريس معناها اللي هينتهي السنة دي هو الـ 11 سنة ربما أكمل وكذا طيب ارجوك ده ملخص سريع للتنصص الدم سيتا كو للتنصص اللي انت خدتوهم ما تنساش استخدماتهم ما تنساش استخدماتهم ما تنساش استخدماتهم يا مستر هروح راجع برضو بشكل سريع بالشيط بتاعك على التنصص كلها موجودين عندك هناك هروح فين دلوقتي هبدأ أحل على التنصص ديت من شيط معنا كده فيه questions كويسة جدا على التنصص من كتاب A1 هو كتاب معنا من زمان كتاب كويس جدا موجود حاليا بس ال questions ديت موجودة من زمان مش استنادي يعني هنبدأ نحل مع بعض بسرعة بلنا على التنصص اللي احنا رجعناها دلوقتي يا مستر برضو هيكون عندكم تحت في ال description تحت ان شاء الله هتلاقوا two files الفايل اللي احنا اشتغل منه سواء revision الشرح أو حتى questions فايل هتلاقيه فاضي خالص من غير حل وفايل بالحل برضو حتى لو عايز تحل مع نفسك أو عايز تشوف الحل على طول مش هناخد فيه كتير وهو اسئلة revision كده على السريع على التنصص كلها زي ما هو كاتب فوقه على ال present وعلى البوست وعلى الفيوتر كلها ال present والبوست والفيوتر تعال نبدأ مع بعض ونبدأ نحل داليا always space hair parents when they are busy they are busy لازم تفهم التنصص they are are the present فبالتالي اللي بتكلم في ال present مش البوست فأي حاجة بوست عندك مش شغالة ال present موجود عندنا في كلمة help بس خد بالك نداليا سينجلر بما انها سينجلر اللازم اختار حاجة مناسبة لها مستر هي كلمة health ما تنساش حرف ال S بعد اذنك طيب روح عن نبته بزي وار في البوست بميني بتكلم في البوست يبقى هلبس مش معنا وهلبس مش معك عندك helped وهز had helped بس بميني بتكلم في البوست هختار helped لانها بوست باعد الناس هتسأل ليه مش had helped كلمة had معناها أولا مش هجبها غير ما يكون في 2 action هتقول لي طب ما في 2 action ال action التاني when they were busy المواصل في 2 action حاجتين حصلوا في البوست واحد انتهى والتاني انتهى بعدي مش اتنين شغالين في نفس الوقت هي سهيلة كانت بتسابعك باباها وممتها لما كانوا مشغولين يعني الاتنين action حصلوا في نفس الوقت يا مستر انا هنا بتكلم عن حاجتين حصلوا في نفس الوقت مش حاجة ولا حاجة فارجوك حطها في ادمجك بقى وفهم بما اني بجمع عليك الدنيا كلمة had اللي قدام سيادتك دي had بلاصل بي بي والله ما هجبها غير لما يكون في حاجتين حصلوا والحاجتين يكونوا في البوست وحاجة خلصت والتانية بتاريت بعدها مش اتنين شغالين في نفس الوقت هاولها تاني had بلاصل بي بي بكرر تاني هو عشان محدش يقع فيها كفاية مستيكس فيها لحد الان had بلاصل بي بي معناها اولا مش هتروح غير للأولد اكشن الحاجة اللي حصلت الأول لازم الحاجتين يكونوا حصلوا في البوست التو اكشن اللي في الجملة يكونوا حصلوا في البوست مش واحد بريزنت والتاني بوست ولازم ما يكونوش حصلوا مع بعض لازم يكون حاجة انتهت وبعد كده حاجة ابتلت ورا عشان كده مختلتش هاد هي ألبط هنا ودي قيمة الـ revision اللي انت بتشوفها دلوقتي alia is always space by her mom when she has a lot of homework when she has when she has يعني الكلام في البريزنت بما اني لازم حدد لاتي بكلم في افين when she has بكلم في البريزنت هتقول لي بس اختار helps جميل جدا بس تخد بلك ان الكلام في الباسف هي لما تساعد في كلمة باي فعرفتنين الكلام منا في الباسف والباسف ان شاء الله ما تنساش ان الباسف برعا حاكتين verb to be plus pp لي بات معلومة بس مؤقتة كده كابسولة مؤقتة لغاية ما تاخد بالتفصيل ان شاء الله في اليونت بتاعه في اليونت نمبر سيفن في اليونت نمبر سيكس كمان verb to be والباس برترسبل هتدرسهم في اليونت فايف و سيكس ان شاء الله ده اسمه باسف في الانجلش اي جملة في الباسف لازم تلاقي فيها الحاكتين دون طبعا عيب لما اسألك verb to be موجود في الجملة هو ادي از ناقص البي بي فين البي بي هنا هي كلمة هلت عشان كده الانسر بتاعتنا كانت هلتقول ازاي كلام في البريزنت في كلمة هزو انت جاب هلتقول لك يا محترم الكلام في الباسف باسف يعني verb to be بلاص البي بي روح بعد كده في نمبر فور الله على الجملة يعني بتكلم في البريزنت فاديلنت تتوك مش معك وي ذي يونج داد بلولر ذي يونج داد بلولر اصلها يونج بي بل فبالتالي هزنت مش معك وجزلك دازنت مش معك فالحوار فين الحوار في aren't talking aren't talking اكرر تاني these days معناها في الفترة ديت something that's happening now or around now the present continues تبقى aren't talking طبعا استبعدنا doesn't لاني the young لي معناها الشباب كله والشباب ديت طولر ما تاخدش doesn't ولا تاخد hasn't حتى لو كانت don't او haven't برضو ما كنتش اختارها لاني these days معناها في الوقت الحاضر ودهو التمبري اكشن روح النبي 5 بطاول طبعا في الجملة عكس اللي قلنا بنعمله في الحل هناك عشان تشوف المغزة من الحل ايه وتحط الرولز دي في دماغك وانت بتحل موضوع موضوع موضع جدا 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 لازم لازم ده النوينغ هابتس يعني ايه مستر يعني present continues ال present continues موضوع فين عندك هنا مستر موضوع فين م is r ing موضوع موضوع هتلاقي موضوع عندك في نمبر دي is he always making why is he always making موجودة نمبر دي لاني طبعا بكلم في ال question وفي ال question لازم اجيب is الاول في question mark اهي في وجودها لازم استخدام is عشان ما تقوليش لي مش he is making the pencil is space to me can you give it back to me please ال pencil بينتمي ينسب الي وينسب belong وعمر ما يتحطه في ال continuous بما انه ما يتحطه في ال continuous يبقى belongs to me belongs to me ينتمي الي في ال stative verbs ما يتحطوش في ال continuous اصلا ال stative يعني ال actions المفهومش حرك زي مين اي حاجة لي علاقة بقلبك وعائلك وحواسك قلبك love like hate prefer dislike عقلك understand think remember remind concern حواسك touch smell hear listen والناس دي كلها طب بس listen تنفع لكن here لا طبعا i space my english teachers difficult questions الجوم لديك انت موجود عندنا في الشيط لو تفتكروا english teacher difficult questions دي كلها بالنسبة لي noun كلها بالنسبة لي noun الاسئلة الصابة المدرسة للانجلس لو قلت i used to i used to محتاج infinitive ما فيش infinitive وراها ما فيش verb used for محتاج ing وش حاجة اسمها used for انه استخدم لي i didn't used to برضو محتاج infinitive وده مش موجود فالحل الوحيد هو كلمة am used to i'm used to انا متعود على am used to متعود على الانجلس الاسئلة الصعبة لمدرس الانجلس قلت لك used to الواحدة محتاج infinitive i used to smoke لكن i am i was i get اي verb في الدنيا في used to وراها محتاج ing or noun ما فيش ing بس في noun my english teacher difficult question اللي يقول اللي عبر عن ناو نروح البعدها موجودين عندك في number 8 she can't get used to اقبعها شوية she can't get لسا يلين حالا used to بعدها infinitive بس قابلها كلبة get في محتاجين ing وراها محتاجين ing وراها she can get used to اكيد ing لقصد سيتك اللي هتبقى كلمة working ولا اي بزفت فكر كده وشوف working for such working for such a large company بس تصبر فكر كده وشوف احنا محتاجين ing or noun موجود عندنا ing هنا في كلمة working ing موجود عندنا النون لكلمة working معناها العمل يعني ينفع ing or noun من الاتنين شغالين وده اللي خليني اختار amb بي the second question question number nine بصعه nine he used to be a taxi driver now he now he he used to be my dad used to live مفروض used to live زي I do love you I did go with you many times my dad did live in Zagazig when he was young he has a lot of old friends there لأصدقاء كديرين لو في هنا used to plus infinitive used to my dad used to live كنت اختارها عادي did you go to the party no I رحت الحفلة قال لأ لأ مرحتش للأسف I didn't invite لو انت اللي بتعزم في الحفلة انا بعزمش في الحفلة انا بتعزم مفروض بصف بصف يعني verb to be plus pp ولناها من شوية no I wasn't invited when I spaced to school I saw a terrible accident كنت شغال ماشي ماشي the long action long action خطرناها مين بعض الناس لي مش walked في long action two actions واحد كان شغال وانتراكت باناثر قم لأ هنا لو فيها ويل بردو شغال while he was walking بس احنا قلنا ان وين equal while واعكس ويل كمان بعض الناس قالت لي مش هاد ووغد هاد ووغد كده مستر كده انت مشيت وخلصت بعد كده الحدثة حصلت انا عايز اقول الحدثة حصلت قطعت حوارك على رغم من البوليس شك فيه هو قدر يثبت انه هو كان بيشتغل لما الجريمة حصلت لما الجريمة حصلت كان شغال بيعمل حاجة يعني الجريمة كانت شغال او هو كان شغال two parallel action او هو كان شغال والجريمة حصلت ففي كل الاحوال هتديله هو long action انا كنت شغال he was working when the crime when the crime ايه اللي حصل الله committed was committed ارتكبت هو كان شغال والجريمة تم ارتكابها بعض الناس هتسأل ليه مش هاد ووركد ولا هاد بن ووركد هقول ليسيتك للمرة الالف والله العظيم هاد معناها اولا لو قلت انا اولا اشتغلت بعد كده الجريمة حصلت كده بامكانك انك تكون شفت الجريمة ما انت كده هتكون خلاص الشغل بتاعك خلص ما بحطش هاد لما الولد اكشن يكون انتهى هنا الولد اكشن منتهاش هنا الراجل كان شغال وفي نفس الوقت at the same time مش حاجة ورا حاجة مال ماشي دوق بعط عمل كلام وانت بتحل number 17 number 15 I saw Mr. Issam I saw Mr. Issam in the library he was sitting with Gamal space book he was sitting he was sitting بيعمل ايه reading books reading the jir and the taban I was sitting ورا حاين جي someone next door space heavy music all night long I didn't get a wink or sleep ماش ليش عين ما عرفتش انام من كتر الراجل اللي كان شغال بيعمل حاجة ما عرفتش انام لان الراجل كان شغال كتا تولي was playing heavy music was playing جميل جد بعض الناس هتعمل مشاكل لي مش has been playing مابدايا بتكلم عالباست مش للبريزن وhas dead present the present perfect مالوش اللقه دلوقتي طب had had been playing حطها بقى وفهمها بونها لانا قلت فوق لانا قلت had been playing الراجل كان شغال اولا بيعزف وبطل وخلص عصف الميوزيك بعد كده انا مرجليش نوم كده انت بوصت المعنى انا عايز اقول مرجليش نوم لانا الراجل كان شغال at the same time at the same time هو شغال وانا مش عارفة انا مش حاجها بلا حاجة فمش كل شوية تجريل على هاد وخلص my family had lunch while space at school while محتاجة while i was at school هتقول لي ليش i was being i was being be stative verb ما يتخطرش في الكنتينس فبالتالي ما ينفعش i was being امستر عمر ما هنفع اختار عشان كده while مين امستر فكر كده وقول لي في ال questions اللي موجودة قصد سياتك ديات while i was being ده stative ما يتخطرش في الكنتينس فدوات بالنسبالي غلط نهائيا الا في حالات اللي اخدناها في اول السنة لما قلت you're being intelligent انت اول مرة تقول حاجة بتتعبر عن زكاء يبقى while i was at school طب بعض الناس هتفكر لي ليه مش being while being at school عشان الموسكيتو سياتك عايز تجيب while i in g الرول بتاعت الموسكيتو تخربها لو قلت while being at school كده family هي اللي اكلت لانش وهي اللي كانت في الاسكول والفام اللي عمرها ما تروح مش متوحد عشان تقول لي while being اللي عمل two actions مختلفين مش نفس البني ادم هروح عن نبق 18 they visited the pyramids while space in egypt while مفروض while they were in egypt مفيش there مفيش محسن عشان ما تروحش تجري على where وخلاص مفيش بني ادم فبالتالي كان لازم اختار while being شو معنى اخترت i in g هنا لان الموسكيتو متحقق شرط توحيد البني ادم موجود اللي كان موجود في ايجبت هو اللي زار الاهرامات البني ادم واحد في الناحيتي ماشي طيب هنروح في number 19 في number 19 جيت لنا في الشيط قبل كده working hours i have a 10 minute break while working ما ينفع شي while working hours لان لو قلت while working كده الساعات هي اللي بتشتغل انت كده عايز تجيب i in g عايز اقول اثناء او خلال تبقى اثناء ساعات العمل قلنا دي during بيهي وراها noun مايجيش وراها i in g ازاي بقى يلين while working hours شطور يا مستر حضرت معنا سيشن وفاهم working hours ديهت noun ممكن يجي وراها noun working hours ديهت ساعات العمل وده بمثابة noun مش i in g خالص 20 i apologize for not answering your call because i انا احسف ان انا مردتش عليك because i هنا بقى سؤال حلو space الشاور جبتولك في الكوز على فكرة بس ما كنتش حاطت كنت حاطت سنس وانت استهبلت جبت لي بعدها وقلت لي I have had بص معلم انا اسف لك لاني ساعتها في الوقت اللي انت كنت بتتصل بي انا كنت باخد شاور at the same time two actions happening at the same time في البوست فاخترتها was having لو عايزت هلا هاد هزع عليك والله العظيم هتزع لاني هول المرة الالف هاد معناها اولا هاد هاد ديت معناها انا اولا ستك بقى عايزت ولانا اولا اخدت شاور بعد كده معرفت ايش هرد عليك فما انت لو اخدت شاور اولا هتبقى فاضي وزعيتها كان ممكن ترد عليه عادي انا عايز اقول ما قدرت ايش هرد لان the actions happening at the same time فحطها في دماغك بقى هطلع فوق عند ال post tenses ونقول المرة الالف لو الاتنين شغالين في نفس الوقت post 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 continues لكن لو واحد هتخلص والتاني يبتده post perfect مفتكر الجملة ديت بعد ازنانك في 21 I couldn't phone my friend because I space my phone I couldn't phone I couldn't phone الكلام في البوست ما قدرتش ما قدرتش ارد على زمي ليه عشان حاجة قديمة حصرت لانا ننسيت نسيت الاول بعد كده ما قدرتش ثانيا ما قدرتش ارد عليه لان النسيان حصل الاول ده الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال awa'Bost result I couldn't phoned نتيجة عن吧'Bost Perfect' بعض الناس ستسأل ليهه مش ها'بين chats فرجات تعط liged بعض الناس ترغبط الجملتين بول ذ ville faz بعض собério انا آسفة ما قدرت شرد على التليفون عشان كنت باخدشار الشاور كان في نفس الوقت اللي ما قدرتش أرد عليك فيه عشان كده اخترت الوست كنتينوس لكن في الجملة التانية أنا آسف ما كلمتش صاحبي عشان نسيت الموبايل نسيت الموبايل ده الولد أكشن النسيان خلاص خلاص إنك نسيت موبايلكم في البيت ده الولد أكشن فبالتالي حطيت له كلمة هاد أربط من الجملتين واسموهم أكتر ممر نجيب محفوظ مفروض بعدها بس مش لازم أجاب ده آين جي لأن البناء ده مواحد نجيب محفوظ هو اللي بقى فيموس ونجيب محفوظ هو اللي كتب بكلم في الباست نجيب محفوظ مش موجود دلوقتي الله يرحمه عشان كده اخترناها باست سمبل نجيب محفوظ بيكين طب بعد الناس تسأل ليه مش هاد بيكم هاد بيكم ده هاد معناها أولا هو حضرتك هو كاتب النوفل الأول أصلها أفتر إي هاد ريتن فكلم لما قلنا ستيالين وستولن ستيالين اي كرايد وستيالين اي راناوي هاد بيكم ده الولد اكشن وما أصبح شغير بعد ما كتب فالكتابة هي اللي حصلت الأول فبالتالي انت ما تكبرش بخطرها بقى تقول بما انه محطش هاد في العوالانية وده الولد اكشن نكبر بخطرها ونحط لها دي ناحية تانية أرجوك يعني ما بلاش آيكيو زياد على السؤال من اللي صحيك انت انت اللي عملت الاكشن يبتبدأ بالاين جي لو انت اللي عملت الاكشن بتبدأ بالاين جي لو حصل فيك بتبدأ بالبيبي لان انا دربتهم انا كنت ازعلان لان انا دربت زي الباست بيرفكت وراها باست بيرفكت بس ما جابش باست بيرفكت خلاها باست صنب ففي كل حوال كده كده انا حتيني باست بارتو احنا شوفنا بعد كده ادراك انعارفنا الكلام في الباست اختار نيو بس بعض الناس تسأل ليه مش هاد نون حبيبي يعني لو كنت عايز تجيب هاد كنت هتجيبها هنا كان عايز يقول فما تقولش بقى انه ربي ما جابش هاد قدام فجيبها الناحية التانية ارجوك فهم الكلام زي افتر وراه طب لو ما جابش خلاها باست سمبل يبقى لتنين باست سمبل عايز يقول بمجرد ما حسد ده حصل الناحية التانية حصلت عادي جدا ليه مش هاد نونج يعني الكلام في الباست مش الكلام في البرزن واف ده بريزن بريفكت ما مش هتشغر بعد ما شايكت انتل لو تفتكر بعدها وقبلها النيو اكشن بالنيجتف الباست سمبل بالنيجتف والنيجتف دور علي هنا دور علي هنا مفروض ما لقيتش بس برضو ملتزم الباست سمبل موجود عندنا ما كنتو لأخرج لما شايك الأول طب خد بالك هو اينا قالك هاديك ده يوديك فين؟ يوديك على التمبرالز بتاعت الفيوتر آخر صفحة في الفيوتر في من اثنين با ثري ساعتها كنت تختار مين؟ ساعتها كنت تختار I won't leave لو كان قال لي until I have checked كنت هتختار I won't leave مش بس I have checked مش بس قال لي I haven't checked كان ممكن يقول لي checked بس لو كان قال لي present simple كان قال لي check برضو كنت هتختار I won't leave لان في التمبرالز قلنا كل الكونجنكشن after or as soon as before or by the time وراهم present simple أو perfect أو حتى كنت نيس والناحية التانية كلها أنواع من أنواع future والorder والmodel الربية طيب حروق كامل بعد كده 23 أو 26 نشاوي space to go out until he gets better ده اسم شخص يعني صحاب الكتب بيبقوا كتبوا اسم شخصياتهم وما بس لا عرفينها تقريبا نشاوي space to go out until he gets لسه بريتكلم و بتقول التمبرالز التمبرالز قت لك اهي until تجيل بعدها present سواء gets أو has got الاثنين شاقالين ما أني present سواء gets أو has got the present بأنه هي التانية كله أنواع الفيوتر وبالnegative يبقى أنه شاوي won't allow مش هي allow نفسه يبقى won't be allowed دباس كنت أختارها didn't allow لو كان he had got طبعا get got 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 أو get got gotten في نمبر 27 الدبكي لسه من نقول الكاتبين أتما هم بس اللي عرفينها تريبا الدبكي tell you the hostile until his bones had healed until get for نص ووراها boss perfect يبقى النحية التانية negative من boss simple boss simple didn't allow لو ه allow نفسه ومش allow نفسه it wasn't allowed جبنا wasn't عشان دعو it space until she had got permission that she left في expression كده في English محفوظ عن equal after كان باسمه it wasn't until it was only when وما تنساش نجي في النص معاهم كلم ذات وكانوا equal after لو تفتكر كان equal after يعني بيجي وراها old action ونحية التانية pass simple موجودة عندك في شيئك هناك president salat died in 1981 before that our army before that equal after لازم يجي وراها old action old action يعني هاد عشان كده هاد crossed هاد crossed وستكر before that equal after يمستر نروح عندي 30 موهند space and english person before he met my friend jack أدي بفور فن نص هي جي بعدها بس simple عايزين old action موجودة فين old action موجودة فين مفروض hadn't had بلاص البي بقى hadn't met الموجود فين عندنا الموجود في المبير دي يبقى موهند hadn't met an english person before he met my friend jack كده حاكتين حصل في البوست أولا عدم مقابلة أي حد انجلش ثانيا مقابلة الولد الاسم وقال لك here جابها infinitive لو كان قال لك heard كنت اخترت had ديت لو قال لك no sooner had I here لكن هو جابها infinitive فبالتالي لازم استخدم did no sooner did we hear no sooner did we hear infinitive لو كان جابها في البوست heard زي اللي بعدها بالظبط قدل بعدها جاب لها فبالتالي مش ينفع استخدم did استخدم كلمة had لاني had هنا b b واللي فوق يعني infinitive طبعا نوسول محتاج old action والold action had plus b على inversion ممكن اجيبها both simple للتعبير عن two actions حصل في نفس الوقت مجرد ما سمعنا green ما حصل شي time difference خالص في 33 my brother said that he had been to cair and space of the pyramids and فكر الparallel الرول بتاعت الparallel اللي بيجي apple and ييجي بعدها apple and had been وبين هنا be be فبالتالي لازم اختار وراها be be زيها عشان كده اخترنا scene اللي ييجي apple and او اللي ييجي بعد then اللي ييجي بعد then لازم ييجي بعضهم parallel action had been يبقى had scene مع المشترك كلمة had مش محتاج اقررها مرتين فاخترنا scene بس طيب نكمل في 37 او 34 الاول space repaired my car run faster من اكتر الامثال اللي ممكن تلغبطك بمين يجيبلي جملة بهمة زي كده لازم تبص على الجزء التاني عشان تفهم منه الجزء التاني بتكلم على الكار بتكلم على الحكار فعايز حاجة تكون مناسبة للكار هل الكار هتريبير نفسها لا مش هتريبير نفسها لأ قلت having repaired كده انت بتكلم على الميكانيك having repaired my car the mechanic was given some money انا هنا بتكلم على الكار فالكار مستحيل اقول علي having repaired لازم باسف وباسف يعني verb to be بلاصل البي بي ادي verb to be هناو عشان كده اخترناها having been having been ليه لاني بتكلم في الباسف having been repaired having been repaired يا مستر بتكلم على العربية بتاعتي طيب الجزء تاني space for hours when the computer broke down when the computer broke down لما الكمبيوتر تعطل كانت قاعدة تشتغل يعني كانت قاعدة تزاكر كانت قاعدة تزاكر لما الكمبيوتر تعطل كانت شغالة بتحصل كان اكشن كان شغال اطعو حاجة تانية اكشن بتاع الستادي كانت الاكشن بتاع الستادي كانت شغالة مستدر وتقطع بي شيء يعني she was studying for four hours when the computer broke down لما الكمبيوتر تعطل بس ممكن اول حاجة تانية برضو ممكن اعتبر للمذاكرة ده حدث اول ممكن افتكر للمذاكرة ده first action والsecond action هو تعطل الكمبيوتر second action هناك ممكن اعتبر دوت فبالتالي لو قلتلي had been studying برضو ما قدرش اقولك انها غلط had been studying the old action ومديرين ديوريشن كمان for four hours فبالتالي had been studying مقدرش برضو قول انها برضو غلط both of them alright الاولوية عندي هنا was studying لان الaction كان شغال وتقطع by another action طبعا هاز مستعبعدها لان الكلام هنا في البوست they space each other for 10 years before they became partners قبل ما يكونوا شركة كان يعرفوا بعض before في النص هي جيب بعدها second action محتاجين old action قبلها old action يعني had known لي مش had been knowing no state of verb ما يجيش في الcontinuous يعني had known بعد كده space you ever traveled abroad before you retired before you retired before before for the north وراها second action قبلها old action old action يعني had دوسل bb هذا البب موجود يبقى had you ever tried had you ever tried had you ever tried هل جربتها مسبقا سفر قبل ما تتقعد طب قمنا بعدها space you ever traveled abroad ما فيش second action وفي هنا bb من المناسب لل bb تحت واز ما تنفعش ودو ما تنفعش لاني واز محتاجة ing ودو محتاجة infinitive هو مديني bb فوق هذا ما تنفعش عشو مفيش second action في الحل الوحيد هنا هو have لاني one action بس في السنتنس بيستأنها لالكسپيريينس بتاعتي have you traveled abroad هل سفرت قبل كده طب روح البعدها you ever traveled abroad هنا بقى حط infinitive اعيز حاجة تحت بالنسبة لل infinitive had محتاجة bb was محتاجة ing have محتاجة bb do محتاجة infinitive مين محتاجة infinitive هي do ننكارة تاني في travel اللي فوق كانت bb ومعها second action في have you traveled كانت bb بس من غير second action yeah one action in the present perfect اما الاخيرة دوت infinitive والinfinitive محتاجة do or does or that اشي فشوف الكيوورد خليني افهم الحل حتى لو كان المعنى مستعصي علي في نابر 40 اي لاسو آية يستردي انا شفتها مبارح i space her since 2021 طبعا بعض الناس هتشوف على since تقول since ده present perfect فاروح اختار مين اختار present perfect have haven't seen اقول له استنى في حاجتين حصل الحاجة الاولانية عدم رؤية الاية ده الحاجة التانية هي رؤية الاية هتقول لي طب ما حطت فلس طب اقولك المعنى بتاع الجملة متسق مع بعض هو بيحتي لك حكاية حاجتين حصل ما شفتش اية بعد كده شفتها ال old action انه واعدة من رؤية بما ان old action تبقى haven't seen لاني فيها اول امتى بقى اختار haven't seen اللي انت عايزها في اللي بعدها معلم اللي بعدها فيها one action ده one action since محتاج present perfect فاختارت معاها haven't seen اكرر تاني ان اللي فوق في two actions هنا في two actions حكتين حصل ما شفتهاش بعد كده شفتها لكن هنا في one action بس one action بس هو اللي حصل فبالتالي لازم اختار present perfect فورتيتو it was it was the first time we space visited the museum هلي it is ولا it was هلي it was تمامي قال it was يعني حكم الكلام في البوست البوست هنا موجود متمثل في كلمة هذا لكذا اختارت هاد افر طب اش معنى مستر لو كان قال لي it is لو قال لي it is بس داني كنت اقول have ever عادي لو كان it is كنت اقول i have ever every date لو كان it is it was البوست محتاج بوست والبريسنت محتاج بريسنت ومطلخ باتش الدنيا ببعضها my brother is sad because he space his phone my brother is or was my brother is sad دلواتي عشان حاجة حاجة حصلت لكم وحاجة حصلت لكم وقصر رفيق the present perfect فبالتالي لازم اختار has broken has broken علشان كسر علشان كسر الموبايل بتاعه طب لو قال لي my father my brother was sad هتكت تقول had broken عشان دوات يبقى old action had broken نختار هذه لو كانت was لو كانت was يمش oh i space my mobile what can i do جبتالك في quiz قبل كده ديت لو تفتكر affected دلوقتي عايز تأثيره دلوقتي هو بتكلم في present i broke في البوست ما لوش قد نعلاقها ال present i have broken ايوة وقود oh i have broken وقال لمن oh i have broken my mobile الموبايل بتاعه كسر هقدر أعملي دلوقتي تأثيره عليها هو الحيرة can i do now flimper 45 nothing like this space to hear nothing like this عمره ما حصل لها nothing ولا ها singular verb فتأخذ هاز ما فيش هف أصلا فهف مش معك واتكلم في الexperience بتاعتي فباتكلم في present perfect فادي مش معك لانه دي باص سم وبعدين كنت all happened مش what happened لاني happened ما تخطش الباص لاني دوت intransitive something happened على طول فيه has ever وhas never بعض الناس تقول has never happened عمر ما حصل لو لسياتك اني فيه negative فيه كلمة نو قدامك فما تتلخبطش مش هينفع اجيب negative مرتين فتبقى مين فتبقى has ever happened ما فيش حاجة زي كده حصلت لي قبلي كده يا مست احبت سبايس لندن he's going to return to Cairo next peak معنى كده روح ومرقعش بن معنى هباك بس راح ولسه مرقعش يعني has gone to London هاز gone لاني احمد روح ولسه مرقعش يبقى مين has gone to has been معنى ها راح ورقع اما gone معنى ها راح ولسه مرقعش طيب حنكمل مع حضرتك في 47 Ali isn't here Ali بش موجود he's based to the park بما انه راح ولسه مرقعش يا مست المفروض مين he has gone ولا هات gone Ali is بكلب في present يبقى he has gone وتو موجود عندك في sentence أصلا the second question ب48 since he space the school he has made قلنا since بعدها بصن بالوالله العظيم قبلها present perfect كان الجملة بتقول he has made a lot of achievement since وبصن بالوراه بصن بالموجود عندنا عشان كنت اختارناها كلمة joint since بصن بال وبيجي قبلها present perfect هو اكس الجملة جابت present perfect لنا حياتنا يفيش مشكلة بس في كل الأحوال since محتاجة بصن بالوراه حكامل مع 49 he is starving since he space eaten nothing for two days since معناها because معناها لأن هو ميت من نجوع عشان ما كلش يبقى ليومين معناها لأن equal because and like is ولا was قال لي is بتكلم في present يعني present perfect يبقى since he hasn't eaten بصن بالوراه since معنى كده أنه رحت ورجعت ولا رحت ومرجعتش طب I have been in رحت ومستقر هناك وعيش ومش راجع عشان كده I have always lived here هو بتكلم هو عايش في الزأزيق دلوقتي ما سبهاش لو قلت قمتوا معناها راح وليس مرجعش وناول عودة هو عايز يقول لك أنا مستقر هناك مستقر وعايش عشان كده اخترناها have been in وبينتوا معناها راح ورجع هو مرجعش وبالفعل لسه عايش هناك I can't believe it have you eaten all the food الطبيعي إنك تقول yet بس خد بالك I can't believe it the exclamation بمينك exclamation هنا أنا عارف منتظر عارف الحوار حصل ولا أمش منتظر الرد إبا ready oh have you eaten all the food already هل انت أكلت كل داوت already هنا للتعبير عن التعقب طبعا Egypt is space much over the years much over the years much over the years over the years على مدار السنوات على مدار السنوات يعني اتغيرت يعني Egypt has it changed مستر اتغيرت على مدار السنين هتقول لي مش is changing هو بيتكلم عن حاجة من الباست من الباست الغير دلوقتي مش دلوقتي بس من الباست لحد الآن something that happened was still continuous Egypt hasn't changed much over the year it's space 10 years since we lost met أدي سنس جاد في النص بعدها باص simple قبلها duration it's duration it's أو it has been both of them it is أو it has been مش موود عندنا غير is بس عشان كده اخترناها طب ليه مش been مفروض it has been مع بعض it is أو it has been ليه it's been اللي انت بتقولها بس هنا فاصل هزل الوحدة ها وبين الوحدة ها دوات مش مزبوت Salah has been training hard space of the last match he played last week أدي prison perfect سوأ simple أو continue سوأ التانية باص سمبل مين الرول بتاعتها بتقول present perfect ونحي تاني بصم بالأكيد كلمة واحدة بس كلمة اسمها sense 56 it's very hot in the house I space on the air conditioner رجاء وحر هاو مفتح شباك the quick decision, sudden decision لسه مختارو حالا يبقى I will turn on the air conditioner where are these people going to the park they space some new trees رايحين الباك they, معنى كده انهم مجهزين واللي they new trees عن مجهزين ومحضرين مش مجرد quick decision مالو يشعلا جمع انهم نزرع معنى كده they are going to plant يعني في plan وانتن to decide listen, there is someone at the door I space the door for you I will open the quick decision حد بيخبط على الباب I will open the door for you وهو مفتح الباب يا مستر مش هقول ربنا يسهل ودينا الصحة ونستخدم going to كلام دوا طبعا مش مزبط ماشي 59 a lot of people are waiting for the museum to open قلت لنا في الشيط الquestion دوت ناس كتير وقف على الباب مستنية بيعمل production في evidence ولا في evidence سيبا it's going to be في أفرنس من قولد it's going to be there today don't be late the bus space at exactly 10 o'clock that would timetable but the bus leaves at exactly 10 o'clock we can't use classroom 5 tomorrow because they we can't use classroom 5 tomorrow هيكونوا شغالين هيكونوا شغالين will be painting أفروضي will be painting لو في will be painting كنت أختارها equal equal هنا will be painting قلنا في الاعتذارات ممكن استخدم future continuous I will present continuous طب ليه مش will have painted لو قلت will have painted هيكونوا خلاص هيكونوا رسم هيكونوا لونوا وخلاصوا وساعتك كان ممكن استخدم room I space London next weekend I have already pulled the ticket معي the ticket ومجهز كل شيء everything is arranged everything is prepared يبدأوا present continuous فنختارها مين فنختارها مين يا بس رأكيد present continuous مع مين في دول طب I am visiting I am visiting we space dinner at a nice restaurant on Saturday but we haven't pulled the table yet يعني لسه ما خدناش الستبس ما خدناش الستبس الغير دلوقتي يبقى مجرد النية عندنا وربنا يسهل يبقى we are going are going to have لان we haven't pulled the table yet لسه ما حجزناش ترابيزة حتى الآن this time next year I will space in Cairo I will I will be living this time next year هكون شغال شغال future continuous future continuous will be plus ing لان كده اخترناها will be living بعض الناس هتقول لي مش I will be I will live حبيبي will live معناها الستار انا عايز اقول هكون شغال this time الكيورت عال future continuous وال future continuous will be ing لسه ما رجعين عليه من شوي طيب روح البعدها 65 ماريام space forgive him until he apologizes يا معلم انت القتلك في النوصة هي بعدها prison simple ممكن يقول apologizes او has apologized فبالتالي فابلها لازم يجي future future بالنغتف بتاعه هي كلمة want ماريام won't forgive مش هتسمحو غير لما يعتذر له won't forgive him until he apologizes for his mistake طب لو قال لي he had apologized كنت هتقول ماريام didn't ما اطلخ بدش انتل اللي في البوست مع انتل البرزن انتل اللي في البوست ابلها بص negative بص simple وعدها بص perfect لكن انتل بتاعة الفيوتر راب لها future وانه حتني كل انواع البرزن سواء simple أو perfect أو حتى continuous before the end of this century before before ادي هنا يمحتاجين انه حتني old action they will أو حتى في الفيوتر perfect هكون خلصوا they will اكيد هيكون خلصوا they will have found هيكونوا خلص لأ before they buy وبي وجودها يحتم استخدام الفيوتر perfect have will have بلاص البي والموجودة في القملة they will have found life on the other planet هيكونوا لأ حياة على كواكب أخر 67 when we arrive in متروح لما نوصل متروح when we arrive in متروح we will need to rest because we space about 50 أو 500 miles لما نوصل متروح هنحتاج نريح لأن هنكون سوقنا 500 ميل هنكون خلاص سوقنا السوق تبقى انتهت بوصلنا المتروح هكون خلاص will have driven ليه مش will be driven will be driven احنا كده اللي تم سياقتنا يعني احنا اللي تسقنا مش احنا السوق نامستر will be driving هنكون شغالين وسوق 500 ميل وان مش هنفع شغالين وسوق سوق 500 ميل لا هكون خلاص سوق يعني هنوصل المتروح driving بتاع 500 ميل هيكون انتهى 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 وانتهى place come at 8 by the time I space my house we can go out by the time محتاج a prison simple or prison perfect by the time احنا 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 بطنا في الجمل ماليش by the time علي but the time by the time by معنها انتهى 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 will have finished لانه هكون خلصت please come at 8 على الساعة 8 قبل ما توص هكون خلصت افتكر بقى دايما this time tomorrow will be doing طب باي كذا will have done 69 i'm cleaning the kitchen by the time you arrive its space spotless spotless مفهوش بقعة اول ما توص هتلاقيني خلصت 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 يعني will have cleaned ولا will be بالضبط spotless we will it will be عيد على it عيد على المطبخ مش عيد عليها لما هتراوح هتلاقي المطبخ it will be spotless هيكون 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 مفهوش ولا بقعة انا براوح المطبخ دلوقتي by the time you arrive لما هتوصل it will be هتلاقي يعني هيكون نظيف جدا نفس الفكرة في البعد انا بقى اكون خلصت يعني will have cleaned لان هنا اي عيد علي انا فوق اتعيد على المطبخ اي عيد انا انا اللي هتكون خلصت فوق المطبخ اللي هتكون نظيف will be تحت will have cleaned يعني هتكون انتهيت بوصول كمستر ساعتها حينها هنكون شغالين هنكون بناكل يبقى will be having هنكون شغالين بناكل لانش بتاعنا بعض الناس have هنا معناها to eat مش معناها to own مش معناها يمتلك معناها يكن هكون خلص خلصنا خلصنا يعني will have had هنكون خلص خلصنا افهم بقى الفرق من الاتنين من الساعة سبعة لتمانية هنكون شغالين will be having they will be eating طب الساعة تمانية هنكون خلصنا will have had they will have eaten I can travel at 8 a.m. as مع الاعتذارات future perfect simple future continuous or present continuous هكون شغال بكرة الساعة تسعة الاشغال يبقى will be having a meeting i will be هكون شغال معاقد اجتماعي مستر once once من الconjunction شوف النحية التانية جابك well الconjunction في الموجود عندك آخر صفحة في future after و before by the time وراح present simple تمشي لو كان فيها finds بس ما فيش finds عشان كده اخترناها present perfect فاخترناها has found و once dahlia finds مش لقيها فاخترت present perfect has found وبكده تكون انت حليت عليهم 74 questions رجعنا على التنسس كلها حلينا على التنسس كلها هكون بنزلك تحت ان شاء الله بنزلك تحت في نوعي two files من فاضي وبالنفس الشيط بردو هتلاقي بالحل بتاعه ان شاء الله ان شاء الله كده دي سريع على التنسس كلها اللي انت خدتها بكل انواع التنسس اللي موجود عندك من unit one unit three خلي دايما الشيط ده موجود عندك في الموبايل بتاعك ما تنسهوش في الموبايل هترجع له كثير لاني كله شوية تنسى التنسس مع حتى الباسف منهم هقولك راجع التنسس الاول التنسس كانت لازم تخلص لبداية الشرح لازم يخلصوها اول في اول three units لانها هتلقي بالظلالها على كل ال unit اللي جاية ال اللي هتخده في اخر unit مرتبط بالتنسس الباسف طبعا هو تنسس اساسا كل البقية الكلام اللي في الانجلش